يواجه العراق عجزا في سعات التصدير في ظل زيادة انتاجه الى جانب تقادم ميناء البصرة والعمية النفطيين في مياه الخليج لهذا يطرح مشروعا استثماريا لاقامة جزيرة في عرض البحر تقدم خدمات الارساء والاقلاع والتصدير للناقلات العملاقة احنا عجز في منظومة التصدير بالسعات المالتنا كل الساعات التصديرية حاليا مستغلة للتصدير اي عملية الصيانة طارئة او مبرمجة تأدي الى خلال بعمال التصدير وهذا مكلف للبلد فكرة الجزيرة اجت انه تحل هذا الموضوع منطقة عمل موجودة في عرض البحر قريبة من موانئنا سريعة في توفير خدمات الصيانة خدمات الخزن الجزيرة التي ستبنى بالقرب من سواحل الخليج طاقتها التصديرية تصل الى مليوني برميل في اليوم وتحتوي على مستودع كبير يتسع لتخزين النفط الخام بطاقة ستة ملايين برميل فيما تقدر قيمتها بنحو خمسة مليارات دولار طاقة اول شي تصديرية لمحدد جزيرة هي مليونين كفيرجين اول وقد تكون ثلاثة بعدين بالرواية الثانية او الاخيرة الكلفة الان المحددة هي تقريبا خمس مليارات ومن ايجابيات الجزيرة بحسب مختصين انها ستثبت الحدود المائية للعراق مع الدول المتشاطئ معها كونها ستنشأ في منطقة مهمة لحركة الملاحة البحرية اذا كان موقعها في الجانب الغربي للمياه الاقليمية العراقية يعني قريب الحدود الكويتية سيكون موقعها صحيح اما اذا كانت في الجانب الشرقي وقريبة الى مصاب شط العرب فهي اكبر خطأ لانها ستكون بعد عدة سنوات وبموجب اتفاقية خط التالوك ستكون ضمن الاراضي الايرانية ويبلغ متوسط انتاج العراق من النفط الخام حوالي اربعة ملايين برميل وبذلك يأتي بالترتيب الثاني كاكبر منتج النفطي في منظمة اوبك بعد السعودية فيما يسعى مستقبلا لبلوغ انتاجه نحو خمسة ملايين برميل يوميا ولعل هذه الخطوات تؤكد على رغبة العراق ليكون لاعبا مؤثرا في سوق النفط العالمية لا سيما وانه حقق نموا قياسيا بفترات قليلة في تطوير صناعته النفطية المتقادمة سعد قصي الحراء مدينة البصرة ترجمة نانسي قنقر